في عنده هنا الساحر ده مجيشن بمعنى فرص جديدة بتخلق وهو بيحسن استغلالها ممكن تكون في العمل هي غالبا في الحالة العملية يعني فرص جديدة عمنا تجيله شخص مبدع وشخص طموح جدا بتاعت الكارت ايد في الارض و ايد في السماء انا اعرف اعمل اي حاجة عارفين انتو حتة دي انا عرف اعمل اي حاجة وفعلا ان شاء الله هيارفي اعمل اي حاجة وكل نهاية عنده لها بداية على طول يعني بيخلص حاجة بيبتدي حاجة بديدة على طول ده ستار ده يوحيلي يا اما اختيار يا اما انه هو مركز على حاجة جامد قوي ومأثر على حاجة تانية بقى مش مش مركز فيها اوي وبيحضر طاقته على حاجة مش مغدية مش ده اللي انت مفروض تركز فيه تركيز ده كله زي ما احنا شايفين الست بتعمل ايه؟ بتطلق مية من البحيرة وبترنيها في الارض طب وبعدين طب لا المية في البحيرة حتخلص ولا الارض دي كلها حترتوي وبيعمل ده بس ومش باخد باله من نجم كبير اوي وراه فاهمين قصدي انه هو موادي طاقته على حاجة مش بتفيده او. العربة برضو بيوحيه بحاجة من الاتنين اما ان هو متاجه على حاجة بسرعة جديدة جدا بسرعة العربة فيه مدفع. او برضو في حاجة وعكسها. شايفين الابيض والاسود وهو لازم يختار. ابيض واسود. حاكتين عكس بعض. الدل بيفكر بعقله دلوقتي. بحسبها بعقله. كوين اف كوبس. شايفين الملكة دي بتعمل ايه مسكة الكاس وبحلقة فيه قوي. بتحللو يعني عملها تحللو. تجيبو كده وتجيبو كده عشان بتعرف عايزة تعرف ايه اللي جوه. مش بتحكم من مرة وبس. فمركز قوي وعلى وشك ان هو ياخد قرار مهم في حياته. الدلوة يحسب مشاعر جديدة. فيه مشاعر جديدة يحسب هيا بيها مشاعر جديدة بتتود او مولود جديد. للناس اللي مستانين موجود او متوقعين مولوود. بس حب حلوة اوي. حب زي متو شايفين اا. حمامة اا. حاجة فيها جيد. حاجة ان الدلو كان فيه عنده انفصال بس هيكدي يحسب مشاعر جديدة وهيرجع لشريكه هيرجع له هيقدم له تعويض هيقدم له اعتذار هيقدم له حاجة او العكس او ممكن يكون الشريك الدلو هو اللي هيرجع له يعني هو فيه رجوع اي حد حصل له انفصال من برج الدلو ان شاء الله فيه فيه هنا حاجة كان ادي له مثل انها بقله فترة باسن اللي هتجيه دلوقتي او خير عمله في حد زمان هيجي له دلوقتي يعني مسلا ساعة حد في ازمة هيجي له حد يساعة دلوقتي طب طب على حد سمع حد ده بيرجع له دلوقتي اي خير هو عمله في حد ان شاء الله هيرجع له دلوقتي او حاجة اشتغل عليها كتير قوي الفترة اللي فاتت حيجيه مرضودها دلوقتي يعني مسلا الناس اللي اشتغلت على حاجاته ما اخدتش مسلا فلوسها ما حصلتش فلوسها هتحصلها الفترة دي ان شاء الله بإذن الله وتقريبا هي فلوس لان بعدها فيه تطور مادي حالة المادية هتتطور ان شاء الله في حالة امان ورخاء ان شاء الله في الحالة المادية الفلوس دي هتحيارك اهو هتحتار اعم بها ايه هلقشلها هلقصرفها او عايز يعني معارفش ممكن ما تكفيش في حالة حاجة الفلوس هتحيارك شوية الفترة دي اه وشايفه قدامي فراء من شخص ممكن يكون صديق مش كويس حد مش كويس حد علاقتك بيه مش صح علاقتك بيه بالضرة كوبات مشاعر او ذكريات او اين كانت العلاقة اللي كانت عندك بتديها ظهرك وبتمشي ناشي بقى زعلان شوية ممكن تكون زعلان بس اه بس هو ده الصح هو ده انت بفرض تعمل لان بعد لما هتعمل الموضوع ده في حاجات كويسة قوي هتحصل لك يعني في حاجاتك النفسة فيها من زمان هتحصل على فكرة ده كلام الكارد ده تفسير الكارد ان لما هتدي العلاقة دي دهرك لو كان مثلا صديق سوق او صديق مين قصدي وانت بتمرتبط بيها لما هتسيبها وتبعد زي ما تقولوا ايه هتتفرج بقى هيجي فرج كبير وان شاء الله والدنيا هتنور والدنيا هتبقى كويسة لده هللخص القريبة بسرعة اللي ده له عنده فرص جديدة فرص كتيرة طموحه عالي وهيعرف السيء يستغل لها ادلو مركز على حاجة اكتر على حساب حاجة تانية او هو في مرحلة اختيار وفي الاغلب هو في مرحلة اختيار بين حاجة وعكسها وبحتاج ياخد اختيار بسرعة لازم يقرروا بسرعة 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 العربة مش ماشي لا باكب عربة بيحل الموقف بعقله كي بيحل الموقف بعقله بحس المشاعر جديدة مشاعر جديدة بتتولد او مورود جديد وفيه رجوع الحبيب حبيب قديم حد انت عارفه قوي حد عارفه من زمان اه يمكن كان حد بسافر حد من صحابك اه بقالك بمدة ما شفتوش اه هيقرب منك دلوقتي وحيودك او ممكن يكون لجوع الحبيب اه في خير هيجيلك حاجة كنت منتظرها بقالك فترة ان شاء الله هتجيلك بعدها حالة مدية ان شاء الله هتتطور هتحتور شوية تعمل ايه في الفلوس اه صح جدا تمام يا بسانت ايه الحبيبة اليوم قبل بكرة اه اوكي ده مش ليه مشي انا فحيرة بطريقة فظيعة اوكي طيب يا رحمة جمعي معلومات الكارت ده نصحته تجمع معلومات ويفي فراء لحد العلاقة مش كويسة ليك بتضرك يا دل اوكي يلا نشوف في ايه بقى في الكومنتات طبعا التليبون نصه فوق ونصه في الفوزة فانا بكومنتاتكو تحت فانا يعني بخمن كلمك صحيح بشكرك يا هند يا اسكر ده انا اللي بموت فيكي الجدي ما احنا قلنا الجدي يا جدعين اش قلنا الجدي فعلا جايلي سفر دبي ايه مخيارة ايه مخيارة لي فعلا او ابيض وسود صح مش معقول لان في كلامك صح اما هده ده انت يا حبيبتي يا فاطيما مرسي رح قلبي طيب بصي يا سهام خلي ده سؤال الكارت الواحد اللي بنقوه في الاخر صحيح تمام يا موسى بورد الجدي تقريبا قلنا يا نيها صح و مرسيت حبيب تقال بالعفو فعلا انا في حلق من شخص مش كويسة دمرني سنين طيب خلاص لو الفرق هو القرار السليم اه اعميله صح قوي على فكرة مرسي يا سارا الحوت تقال الجوزاء لسه بس قربنا خلاص يا جماعة خلاص فضلنا ثلاث ابراج بالزبط زي او ما شاء الله مبسوط تاني بشوفك لايك كل يوم حبيبتي انا رولا يا روحي مرسي اسلامي انا اللي بصوت اكتر بوجودكم معي بجلب يموس واقم فاطيمة طيب يلا بنا نشوف الحالة العطفية بقى مع ان في حاجات كتير من الحالة العطفية ظهرت في القراءة العامة بتاعته ادانو مع جدي يا حبي انت توافة وجميلة حبيبتي سارا ياسين مرسي هيك يا روح قلبي خلينا دي للسؤال الواحد اللي بنقونا في اخر اللايب والارقام شكلكو كده عشان انا ايه استعجلت وابتديت كاروتوني في الشير شكلكو كده ولا انا بظلمكو ولا ايه يلا جماعة بليز اللي ماعملش شير الشير ده بيفدني جدا جدا فقوه ممكن تتخيلو اللي فاضل العقرب والميزان والطور فقط الحمل احنا يعني انا فكرت خلاص بما انه هيتقال الاخر بورد فحنبتدي به الشعر اللي جاي خلاص ما فرقتش من يوم يعني ريتك صح جدا مرسي يا دعاء قوي 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 اهلا بحياتي تور منتظروا والله بنحبك حبيبتي يا حبيبة اسلاميلي جدا جدا ان شاء الله هنقول بس انا سو وطره للمرة التانية وطور خسر واضح ان التور في الصفحة مش كتير هاتو صحابكو التور بقى اوكي حلوة قوي يا الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله طيب لا في ساسبنس عالي بسوا بسوا الدالو عايز ايه؟ الدالو عايز يتوازن الدالو مش متوازن مش حاسس بالتوازن التوازن بتاعه مختل في العلاقة زي ما اتو مش عايق يعمل ايه؟ النفسه في ايه؟ نفسه نفسه يرفع راسه يعني هو حاسس ان هو مكانته بايضة مكانته مش مزبوطة يعني حاسس ان هو محتاج يعني هو مش حاسس بفخر مش حاسس ان هو مفتخر بل بالعكس هو نفسه يرفع راسه كده شايف شريكو ازاي؟ شايف شريكو بيحاول يصلح بصوا بيعمل ايه؟ بيحاول بيشتغل على نفسه خيس قوي الشريك بقى عايزي الشريك يا ام عايز يبعد يسيبه ويمشي خلاص يخب بعضه كده ايه؟ ويديله ظهر ويمشي اعتقد او ممكن يكون عايز ياخده ويعدي بيه بار الامان يعني هو ايضر اور لانه هو ايه اما بيبعد عن المية اللي عمالت اتحرق دمي دي لهذه المشاكل والقرف ده كله وعايز ياخده ويبعد يروح مكان اكثر هدوءا او هو عايز يمشي نفسه في ايه؟ نفسه يشوف الدنيا على حقيقتها نفسه يشوف حقيقة يعني دي الوضوح الصورة مش واضحة بالنسبة لي وهو مش فاهم برضو نفسه في وضوح اكتر ونفسه في امان اكتر زي ما قلتلكو كارت الشمس ده كارت الفرح وكارت الامان الصور اللي حوليني الطفل ده ده امان الطفل بيلعب وهو حاسس بامان هو متحوض بصور مش مفتوح للملأ فهو مفتقد الامان كمان نفسه في امان شايف شريكو ازاي؟ خناءات مشاكل عقبات شايفو بالطريقة دي يمكن عشان كده اشيلك عايز يبعد بس الطاقة بقى ما بينكو ايه؟ يخربت الحب بجد يخربت الحب عايزين اعطاء بتده البعض عايزين تده البعض بتحبه بعض جدا 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 طيب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل اللي بيحصل دلوقتي ان فيه طرف في علاقة الدالب اما الدالب او شريكو عنده بورس هنا هذا البورس اتكلمنا عنه قبل كده كتير عمال يديله نصايح غلط اوكي؟ بينصحه غلط وشكله هيأثر على طرف العلاقة دي هيخلي يحصل خسارة بعد زعل بقى ونكبة وخلاص بنسيب بعض بس لا 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 هتتفقوا تاني هتتفقوا تاني فيه هنا اتفاق نحو المستقبل فيه عرض هيحصل ان شاء الله وهتتفقوا وحترجعوا احسن من الاول بس هو واضح ان لازم تحسوا بالخسارة دي الاول لازم الخسارة دي تقع الاول ساعتها هتخافوا وحتعملوا كده بقى هتتفقوا وحتاخدوا قرار ان انتو مش هتبعدوا عن بعض هلا خاص القرية بسرعة الدلو عايز اكتر توازن عايز يكون اكثر توازن لانه مش حاسس بتوازن نفسه يرفع رصه ويحس ان هو ان هو يعني مالي مركزه ده علوه شقنه فده الكارت اللي هو نفسه فيه فهو نفسه ان شقنه يعلى طبعا في العلاقة شايف شريكو ازاي شايف شريكو بيصلح وبيحاول ان هو يصلح العلاقة وبيشتغل على نفسه الطاقة ما بينكم حب شديد جدا 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 وكله عطاء الشريك اما عايز يبعد او يبعد مع شريكو ويروحوا لحتى اكثر امان نفسه في وضوح الدنيا مش واضحة بالنسبة للشريك الحوت مش فاهم هو اللي بيحصل عايز وضوح وعايز امان شايف شريكو عنده مشاكل كتير او هو نفسه عبارة عن مشاكل او عنده عقبات كتير دلوقتي الدنيا طبعية بس في زن على ودان الناس دي ادالوا او شريكو في حد او ممكن يكونوا متطرفين لانه واضح ان الدنيا مش ريئة فكلو بيتطوع فبيخربوا الدنيا اكتر البورس ده بيخرب الدنيا على فكرة فيه هنا هتحسوا بخصارة بس بعدها هتتفقوا ان شاء الله وشيرز كده وحتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله زي تزبطوا الدنيا دي القرية حلوة النهاية انا بالنسبة لي العبرة بالنهاية النهاية حلوة جدا ورية خاصة حضر حبيبتي جانت الرحمن ابعتي للصفحة صباح الفل يا محمد اهلا 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 حبيبتي يا زينب اهلا بك يا روحي هقول لك يا محمد البورس ده شخص قرائب منك قرائب منك جدا ازاي احنا شوفنا واريكو الصورة كده بص قرائب منه ازاي يام بك بالضبط بالضبط عارف كل حاجة عنك انت بتعرض علي المشكلة من صحب نصايح مش صح مش لازم يكون عايز يغراءك على فكرة هو ممكن يكون الحية دي وجهة نظره بس وجهة نظره دي غلط مش متمشية مع موقفك فاهم قصدي بيزير فاهمين قصدي ازاي تا 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 بشكرك يا خديجة اوي 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 هو دلو وفعلا ده بيحصل تمام يا نادا اوكي يلا نشوف بقى ايه حبيبتي يا ام زياد انا بحبك اوي 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 تسلميني يا مور مور ايه الهامي تسلميني يا حبيبتي مونيا اللي بعتلي فرانسي ارجو لا تسلمي فرانش انها خطوة عربي او انجليزي شايمة كله صح بشكرك حبيبتي جدا جدا اوكي اوكي طيب حلو ادي كويس اوي كويس اوي هاي كنا من اجسرح بمرسيا سامق اوي جد كنا من اجسرح ربنا يخليك ولايا رحيش غلا يبارك لك مرسيا احمد جدا ويبارك لك انت يا رب ان شاء الله وكل حاجه تثبت معاك باذن الله يا صندس انتي ادمر هيا ببي نعم لا انا لديها لا انا لديها اصلا ايه انا لديها اصلا هيا خشنا بقى حبيبي انا لديها انا لديها انا لديها هيا حبيبي اذهب نحن نشوف ايه المجموعة نقرب و جوز يداله كل كلامك مليون في مية صح انا اهلا سوري جماعنا بيبسطي لكم كده بس عشان الجوز بتاع التعليقات تحت ففي البوزة من تحت بشكرك الكنزة حبيبي ربنا يخليكم داية شكرا نسبو شراء دعوا بانشوف المجموعة التانية بتبتدي من واحد لحد عشرة يناير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بناسبك حبيبتي يا ساري مرسي يا خربت كوباتك يا دلبي كوبات كوبات طيب المجموعة الثانية اول حاجة كده رومانسي رومانسي حاسب رومانسية دلوه انا حاسب رومانسية عايز احساسه مرحف كده وبيحس بالناس اللي حواليه ويعني حاجة سنستف كده وجميلة قوي متوازن دلوه هنا بقى عنده توازن والحمد لله حالته النفسية متزنة ما عندهش اضطرابات ما عندهش ضغوط واضح انه هو عدى بمرحلة كده شديدة قوي لان ده بيحيلت كده الكارتة ده انه بيعدي ورايح حتى اكثر هدوء سايب المشاكل ورا دهره ومشي واضح انه عدى بعاصفه فقرر خلاص انه هو ايه يوقف المعافرة ويعدي بقى المكان اكثر هدوء وبيدول كمان نبدالو ده عنده مسئوليات فيه ناس مسئولة منه عنده مسئوليات لازم يعدي بيهم من مخاطر او من وضع مش مريح لوضع اكثر راحة كينج اف كبس بص كمية الكوبايات مهتمل بشريكو بيديله عملي دلعو كده عملي اكيلو حاجات كده حاجات زريفة اوي صراحة فيه عنده بابرز جديد او خير فيه خير جاي من عند ربنا زي ما بقيتلكو الكارت ده الايد المازلة من السماء ده ايد ربنا بتتمدلك يا دلو بتساعدك الموضوع ده هيعمل لك تطور مادي على فكرة يا دلو ان شاء الله حالتك المادية كمان حتتطور وحتبقى فيها امانة ان شاء الله واستقرار دلو ملأ مركزه بقى هنا خالص ملأ مركزه يعني مش مركز لازم يكون مسك سلطة يعني لا ملأ مركزه في المكان اللي هو فيه بقى تقريبا الطب اعلى حاجة في مجاله هو اللي بيدي نصايح هو اللي بيقول ايه اللي تعمل ايه اللي ما تعملش بناء قوي صلب ما بيتهزش ان شاء الله عنده كمان اللي مش مرتبط اصلا مفيش جديد لا مفيش جديد بيهرب من حاجة بيهرب من مواجهة شيء وبيهرب لسبب لانه لو واجه هتكون مواجهته وحشة هيكون كلامه قاسي وحيزعل الناس منه فمش يقرر ما يواجهش ويكبر دماغه او ممكن يكون اعمل حاجة غلط بيهرب منها مش عايز يواجه مش عايز يتواجه انه هو انت اخطقت في حاجة مش عايز المواجهة دي بيهرب منها قوة كمان كدير ماشاء الله قوة وقوة ابداع كمان عارفين موضوع ابداع ده مش لازم يكون شغالين او حاجة فيها او حاجة عشان يكون عندنا ابداع لا بقى الابداع ده في كل حاجة على فكرة ابداع ازاي ان انت تستفيد من اخطاقك وازاي ان انت توظف الحاجات اللي حواليك لصالحك ده ابداع عندك تاخد ابداع حلوى قوي الفترة دي وبرده قوة صلابة عندك صلابة ماشاء الله queen of ones بقى عايز ايه الqueen دي؟ leader ماشاء الله قائد بقيت قائد اجتماعيا محبوب اجتماعيا ناجح بتعمل حاجة فيها فن زي الرسم او التمثيل او المزيكة الغنى اي حاجة من الحاجات دي عندك ابداع ابتديت تاخد عندك حماس ان شاء الله بتبتدي انت انت اللي بتبتدي ما بتستناش الحاجة دي لك انت اللي بقيت تبادر عندك مبادرة ثقة في النفس الحمدلله كويسة جدا وكل ده بسبب التوازن اللي انت حاسس بيا ده والحمدلله الفترة دي هلا خاص القرية بسرعة اداله في حالة رومانسية عنده حالة عطاء في حالة احساس مرهف حالة حلو قوي حابب يدلع شريكه وبيهتم بيه واخد باله عليه كويس بيبعد عن مشاكل او عدة من مشاكل وعنده مسئوليات على كتافه كبيرة محتاج محتاج يتأكد ان هو عدة بيهم لبر الامان وان شاء الله عنده مبرز جديد باذن الله يحسن من دخله جدا ان شاء الله منا قوي وصلب وماشاء الله بقى اعلى واحد في مكانه الناس هاي اللي بتطلب منه نصيحة بتقوله نعمل ايه بقى عنده خبرة وحاجة دي اكتسبها من خبرته مش لاي حسب تاني يعني لان هو ماشاء الله عنده الخبرة بيهرب من حاجة ممكن يكون اخطط بس بيهرب منها وافتكر الخطأ ده تجاه شريكو لان دول تحت بعض يعني هو تقريبا عمال لي يعني يزغبط في شريكو لان مشاكل وعمل عاملة وبيحاول ان هو ايه يا رب من مواجهة الخطأ ده قوة ماشاء الله هنا قوة هنا قيادة فيه قيادة الحمد لله وفيه مبادرة اشتركوا في القناة